حدث عن مجريات الانتفاضة وأيضا تبادل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الحقيقة قلت أولا أن هذه الانتفاضة يعني يجب أن نتذكر أن الانتفاضتين السابقتين حققت مكاسب سياسية للشعب الفلسطيني الانتفاضة الأولى عام 1987 أرغمت إسحاق رابين على الاعتراف بالعنوين الثلاثة لأول مرة اعترف بالشعب الفلسطيني أن هناك شعب اسمه الشعب الفلسطيني اعترف بمنظمة التحرير الفلسطيني باعتبارها ممثلة الشعب الفلسطيني ورقم ثلاثة اعترف أن لهذا الشعب في حقوق وعلى أرضية هذا الاعتراف المزدوج الأمريكي الإسرائيلي جرت مجموعة من الخطوات العملية على الأرض أولا بدأ الانسحاب التدريجي من المدن الفلسطينية بدأت من غزة وريحة أولا ومن ثم من نابلس من قلقيلية من أريحة إلى آخرين نعم وكان يفترض في 28 أيار 2006 96 أن يجري الانسحاب من مدينة الخليل ولكن ما حصل يعني نحكي عن هذا الموضوع ولذلك الانتفاضة الأولى حققت مكاسب بالانسحاب الإسرائيلي اثنين عودة الرئيس الراحل ياسع عرفاته مع 350 ألف فلسطيني لأول مرة بيعودوا إلى فلسطين من بين عام 94 لعام 99 وثالثاً ولادة السلطة الوطنية كمقدمة لإقامة الدولة الفلسطينية في الانتفاضة الثانية عام 2000 أجبرت شارون المتطرف على الرحيل من قطع غزة بعد إزالة المستوطنات وفكفكة قواعد جيش الاحتلال الإسرائيلي ولكن مع الأسف شارون في 28 آذار 2002 لما كانت القمة العربية في بيروت أعاد احتلال كل المدن الفلسطينية التي انحصر عنها الاحتلال بالألفين واثنين ولكن في الألفين وخمسة في آب 2005 بعد ضربات الانتفاضة أجبرها على الرحيل من قطع غزة بعد فكفكة المستوطنات وإزالة قواعد جيش الاحتلال إذن في الانتفاضة الأولى الشعب الفلسطيني حقق إنجازات وفي الانتفاضة الثانية حقق إنجازات هذه الانتفاضة الثالثة ولكن هذه الانتفاضة الثالثة مع الأسف بكل مرارة ما زال عنوانها هو الانقسام الفلسطيني ولذلك الإنجازات السياسية التي تحققتها هذه الانتفاضة والبسالة التي أصبحت عنوان أمام المجتمع الدولي يمكن أن تحقق إنجازات سياسية كبيرة على المستوى الاستراتيجي إذا تحققت الوحدة الوطنية الفلسطينية وأصبح هناك شراكة بين الضفة الفلسطينية وقطاع غزة بين فتح وحماس والفصائل الأخرى اليسارية والقومية والمستقلين هذا التحالف هذه الشراكة الرباعية من فتح وحماس والفصائل الأخرى والمستقلين هي التي يمكن فعلا أن تجني ثمار هذه الانتفاضة ولكن إذا بقي هذا الانقسام مع الأسف لست متفائل بأن يكون هناك إنجازات سياسية ملموسة أما في مناطق الـ 48 التي ساد فيها انتفاضة والتي يعانوا من القوانين العنصرية وخصوصا قانون يهودية الدولة التي صدر في 19-07-2018 هذا قانون في غاية السوء والعنصرية أيضا في مناطق الـ 48 كمان بدهم يدلي لأنهم عرب ومسلمين وفلسطينيين كمان عندهم انقسام يعني كان في 22-01-2015 توحدوا أو اتلفوا أحزاب أربعة يعني الجبهة الديمقراطية والتجمع الديمقراطي والحركة الإسلامية والحركة العربية للتغيير وخاضوا الانتخابات بـ 17-03-2015 كان عندهم عشر مقاعد صار عندهم 11 مقاعد وبعدين انقسموا لقسمين اتراجعوا بعدين اتخدموا لما أعادوا الاتلاف فمع الأسف الآن يعني خاضوا الانتخابات بـ 2-3-2020 كان عندهم 15 مقاعد ثلاثة أحزاب وكانوا مع بعض الجبهة الديمقراطية والتجمع الديمقراطي والحركة العربية للتغيير الثلاثة مع بعض والحركة الإسلامية مع الأسف لوحدها فحصلوا فقط على عشرة مقاعد يعني كان عندهم 15 تراجعوا لعشرة مقاعد وأيضا من المصوطين الفلسطينيين لما كان فيه 15 مقعد الذين وصلوا إلى صندوق الاقتراع كان 64% من الفلسطينيين بالعشرة مقاعد اتراجعوا لـ 49% لأن الفلسطينيين لما شافوا قياداتهم ممزقة لم يذهبوا إلى صندوق الاقتراع ولكن أريد أن أقول الـ 15 مقعد كان فقط 64% تصور لو يرتفع نسبة التصويت الفلسطيني من 64% لـ 70% لـ 75% لـ 80% هذا بيعني أن الفلسطينيين بقدروا يحصلوا على 15 مقعد 16 و 17 و 18 و 18 و 18 يعني بصيروا يتحكموا بتشكيلة الحكومة الإسرائيلية وبالتالي يعني مع الأسف هناك يعني انقسام أيضا في ملاطق الثماني واربين بتأمل